صباق التسليح الغربي لأوكرانيا لا يسير وفق البيانات المعلنة فرغم التعهدات الغربية بمضاعفته تنفي كييف تلقيها الأسلحة التي وعدت بها يجب حماية الحرية لم تكن سماو أوكرانيا في مأمن من الصواريخ والقنابل الجوية الروسية لم نتسلم الطائرات ولا الأسلحة الحديثة المضادة للصواريخ ولم نطلق الدبابات والأسلحة المضادة للسفن ما يزال بإمكان القوات الروسية قتل الآلاف من شعبنا وتدمير مدننا انتقادات زيلانسكي ليست الأولى من نوعها فالرئيس سبق واتهم الغرب بالتنصل من وعوده لافتا إلى أن الأسلحة التي حصل عليها ليست كافية لصد العدوان تصريحات تتعارض مع تأكيد الناتو تقديم الحلفاء مساعدات عسكرية متطورة نزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة ومضادات للدبابات حلفاءنا يقدمون مساعدات مختلفة لدعم كييف لكننا قلنا بوضوح إننا لن نرسل قوات من الناتو إلى أوكرانيا وننرسل طائرات الحلف أيضا ونهدف بذلك إلى منع التصعيد وامتداد الصراع خارج حدود أوكرانيا وعلى غرار الناتو أعلنت ألمانيا إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدروع بجانب ألفين آخرين تقول إن كييف طلقتها سابقا بريطانيا هي الأخرى أكدت أنها ستزود أوكرانيا بستة آلاف صاروخ إضافي ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة التي قررت إرسالها وكانت الولايات المتحدة سبق وأعلنت عن حزمة دعم جديدة لكييف بقيمة 800 مليون دولار تشمل صواريخ مضادة للطائرات ومضادات للدروع وذخائر فتكة ومع تضافر الجهود الغربية لدعم كييف عسكريا وانتظار الأخيرة لتلقي تلك المساعدات يؤكد النيتو والولايات المتحدة ضرورة الوقوف بجانب أوكرانيا من دون الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة مع روسيا